حاجات غريبة جدا حاجات في منتهى الغرابة من حكم المريض الخاطئ انت مش قاضي انت مش هتقدر تحكم على الأدوية انت رايح للدكتور عشان الدكتور هو اللي يعالجك مش عشان انت تربط الحاجة وتروح للدكتور تقول له انا جالي من كذا حصل لي كذا العلاج ده بحبه العلاج ده ما بحبهوش ما تكتب ليش كذا كتب لي كذا طيب الحاجة بقى الثالثة اللي تخليك تخرج برا الكلام ده العلاقة السليمة بينك وبين اللي حواليك لو انت العلاقة ما بينك وما بين اللي حواليك مين اللي حواليك اهلك واصحابك والدكتور يبقى انت اللي حواليك هم حاجتين الدكتور ده الوحده تمام واهلك وصحابك وجرانك دول الشقة التانية ودي اكتر حاجة فيها خطورة لازم يبقى حضرتك في تناغم مع دول او حتتعذب عذاب ما تعذبتوش قبل كده طب ازاي فهمنا يا دكتور فهمنا ازاي بقى دلوقتي انت حضرتك لو انت احنا اتفقنا ان الشخص السوي او التفكير السوي في القلم المزمن هو القلم الآن مش القلم اللي فات ومش القلم اللي جاي تعالوا بقى نتخيل امور من هذا القبيل هنعمل امثلة عشان انت لازم تبقى فهم القصة دي هنتخيل مريض من النوعية بتاعة الالم مريض الاول فهم صح سمع المحاضرة دي دماغه فضيت من كل الكلام السلبي السيء وابتدى هو بيفكر في الالم بتاعة دلوقتي انا سمعت محاضرة الدكتور محمد يوسري وانا مش ههتم ايه الالم اللي كان عندي زمان ومش ههتم الحالة هتسوق هيجيلي قلم في المستقبل يشلني ولا يعمل فيه اي حاجة وانا مريض سوي طب تعالوا بقى نشوف بقى ممكن المريض السوي ده يعاني ازاي اولا الناس اللي حواليه ممكن يبقى حواليك اخواتك اصحابك زوجتك اهلا من النوعية التانية التوتر توتر يبقى انت مريض سوي واللي حواليك طيرين يعني دماغهم طير تمام وبعدين اه انا شفت مرة ممثل يعني هو فنان والفنان ده استيبل جدا يعني قوي جدا اه هو تعبان جدا ورغم كده هو بيهزر وبيضحك وراجل ممتاز مراته الله يسامحها خدتني على جنب قالت لي هو تعبان قوي هو هيقدر يشتغل تاني قلت لها ان شاء الله فترة وتعدي اهيكي ايوة يعني هو انت عارف يا دكتور هو كل يوم بيقعد في البيت احنا بنخسر عشرين الف جنيه ولا تلاتين الف جنيه طب هو ده التفكير ده التفكير يبقى انت راجل سوي وبتحاول تغلب الالم بتاعك وربنا مبتليك بزوجة بتفكر في حاجة تانية عايزة تخلص بسرعة ادي له اي حاجة سكن له اي حاجة يا دكتور لازم ينزل المسرح لازم ينزل يروح يصور سينما لازم 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 ده التناغم اللي بقول عليه مريض سوي والناس اللي حواليه مش كويسين او الناس اللي حواليه خايفين عليه بالزيادة يا دكتور فيبتدي هو عايش في عذاب هو عايش في عذاب هو سوي واللي حواليه مجننينه واللي حواليه بقى بيتبرعوا شاكرين ممكن تلاقي اللي حواليه دول صحابي يقولوا اعمل عملية انا عملت عملية كويسة واحد تاني اعمل حقنا وتردد حلقتي ده كويس انا عملته عند الدكتور محمد روح اعمل واحد تاني يقول خد علاج بص روح للراجل اللي حواليه حولوا حياته الى جعيب والمشكلة غير كده لما هم يبتدوا ينقلوا من القلم الحالي الى المستقبل خد بالك لا تتشل فلان كان جاله ومش عارف ايه وحصل له شلل خد بالك روح للدكتور فلان الفلاني روح للدكتور علان العلاني ونبتدي الناس اللي حواليه دول تمام اللي هم في شكل نصيحة يبتدوا يضروه اشتركوا في القناة